اهلين حياكم والله تحية طيب عليكم اني انا شيفي الاحساء الوصفة اليوم عندي مصابيب او مراصيع بالنكهة الحساوية وبنفس طعم خبز التمر الحساوي باذن الله هذه الوصفة اكتساح وبتعجبكم وهذا وقت طبق مميز لذيذ ولا اروع من فجايب لكم وبالطبقونا ان شاء الله وجدا سهل والمقادير ايضا سهلة وايضا يتميز انه مع الدبس مال التمر الحساوي بتشوفون كيف اللذاذة والطعم من الاخر فاخر علينا وعليكم بالعافية المقطع اللي تحبون نعطي اياه وننتظر المقطع الترويجي خلص ونبدأ التطبيق مع بعض حياكم الله ايضا بيكون التطبيق بالمكونات الحساوية للمراصيع او اللي نسميها احنا المصابب عموما عندي هنا 10 تمرات بدون نواة تنزعونها اوكي وعندي هنا ملعقة شمار وعندي نصف ملعقة حبة سوداء تمام وايضا هنا عندي نصف ملعقة خميرة وايضا عندي هنا زيت 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 نباتي ثلاث ملاعق او زبدة كدون تستخدمونها وعندي هنا نصف ملعقة بكنج بودر وعندي عدد بيضة واحدة وايضا هنا مكون جدا لذيذ وطيب وهو ثلاث ملاعق حليب مجفف كذلك هنا عندنا اللي هو ملعقتين زبادي وايضا عندي كاسين كاس دقيق اللي هو ابيض وكاس دقيق البر الطحين لازم يكون مكس اثنين المطيبات ايضا رشة فانيلا الماء اللي تشوفونا بالملي عنوازنا ثلاث كاسات ماي يعدل نصف لتر بالمقياس بالميشيال اللي هو بكرسي هذا هو يكون كذا والكاس الثالث بيكون هذا نصف القوضي عموما الحين نبتدأ الشغل مع بعض الآن راح اضيف التامر المنزوع من النواة اوكي في الخلاط الكهربائي اذا ما عندكم خلاط كهربائي تقدرون تخلونا في اللهم في حل عادي مع ما يدافي بحيث انه يكون يذوب معاكم بسرعة انا احبت اختصر اللي هو لكم الطريقة واضيف ماء يدافي او ماء يحار ما غدي على التامر عشان يمتزج ماء وينخلطه بسرعة ويكون كله ناعم مثل ما قلت لكم متشيال ونصف يعدل ثلاث كاسات سفاري من اللي انا اعطتكم وياهم ساعة عموما هنا عندي هذا اللي هو الملعقة الشمر مع نصف ملعقة حبة سوداء ونبتدأ الخلط للمكونات مع بعض الان اقل من دقيقة فالخلط بيكون معي جاهز ان شاء الله ونضيف المكونات مع بعض ونضع المراسل مع بعض الان مباشرة راح اضيف اللي هو الدقيقة البر والدقيقة الابيض معاه واخلط مع بعض واضيف لهم كل المكونات الحين عشان يكون اللي هو عجينة المصابيب جاهزة معاي ايضا هنا عندي ثلاث ملاعق حلب مجفف اوكي راح اضيفها كذلك راح اضيف الحين اللي هو الخميرة نصف ملعقة وكذلك راح اضيف الحين عندي اللي هو باكنج باودر وثم راح الزيت والبيض وباقي المكونات كلها تشوفونها الآن ظاهرة لكم ومكتوبة وتقدرون ترجعون لها في صندوق الواصف تحت بمكتوبة بالملي مع الطريقة عموما هذا البيض الحين واضفت قبل الزيت والحين باقي الزبادي وننتهي من كل المكونات ونخلطها حق تمتزج مع بعض وهذا الزبادي وهذا رشة الفاني اللي عن زفار البيض جدا طيبة وتنكة وتعطي طعم مميز طبعا مو شرط خلاط كيك كهربائي تقدرون بالخلطة اليداوية تقدرون تسويون المصابيب لكن هذا اختصار للوقت سوف نسوي لكم وهذا القوام اللي تشوفونه حق المصابيب سوائل والحين نخليه على جانب وثم على طول للخطوات الاساسية وهي المقلاء اللي راحنا نسوي عليها اللي هو المصابيب الحين نخلي العجينة ترتاح خمس دقائق بعدها نسخن اللي هو الصاج اللي راح نسوي عليه المصابيب حتى هذه المصابيب جدا طيبة وتعطينا شكل دائري ايضا بالمقرفة تقدرون وفي ناس تسوي اللي هو علبة الكاتشاب هاميستوي في كذا طريقة حق تسوي المصابيب فيها يعني تخلون اللي هو العجينة دائرية او اقصد زي اللي هو البانكيك شنو البانكيك دوائر وفي ايضا حلات حق البانكيك تفيد حق شغلاتنا اللي هو المصابيب يعني يكون دوائر جواسر عموما الحين عندي مقلات جرانيت عشان لا يلتصق معي فيها شيء وراح احميها وراح اسوي الشغلة هادئ ادهنها تمام دهن بسيط بالزيت حق المقلات لا يكون يلتصق فيها اي شيء وقت اللي انا اصاب الحين نختبر الحرارة تشفون برشة ماء تشفون كيف تروح يمين ويصار ان الحين مقلات معاي حامية ونخفف الشغلة بعد ما تحمل مقلات لازم تراعون هالخطوات والحين راح تسوي بالطريقة هادئ اللي تشوفونها دوائر الآن نخليها حتى تظهر الفقاعات بتشوفونها الحموعي كيف اللي هو القوام بيكون في زي الفقاعات اللي تشوفونها قاعد تطلع هذا علامة نجاح عجينة المصابيب ونها تكون طيبة تقريبا تاخد دقيقة على الوجه الواحد ثم نقلبها الوجه الثاني بس تتحمر ونشيلها مباشرة مثل ما تشوفون الآن المصابيب عندي جاهزة وعلى الآخر نخليها في حلة ثانية وثم ننكمل طبعا تقدرون تسوي أحجام كبيرة أحجام صغيرة الأحجام اللي تحبون تقدرون تسوي فيها وهذا باللهو علبة الكاتشوف بهالطريقة هادي سريعة وسهلة وهم بعد تأدي غرض فلا تتقيدون بشي معين بأي طريقة تحبونها تقدرون تسوي المصابيب اشتركوا في القناة والحين ما شاء الله تشوفون ما شاء الله طلع علي اللي أنا سويت الخليط كمية طيبة وأيضا سويت بحلة البانكيك مثل ما تشوفون كلها أحجام متساوية وإضاف لها الصوص وهو دبس التامر معنى الكلمة رهيبة ولذيذة وأتمنى تجربونها وتشوفون كيف لدتها وطعمها وأنها تستحق التجربة عن حقه حقيقة هذه الأكلات الطيبة الصحية اللذيذة اللي نعم نفتخر فيها طبعا هي أساسة مو من عندنا أكيد لكن مكوناتنا اللي نضافت عليها من تامر ومن دبس عطيناها النكهة الحساوية وصارت مصابيب حساوية علينا وعليكم بالعافية اللي تحبون أشاركوا مع المقطع ودمتم في أمان الله موسيقى موسيقى